يا مساء الخير عليك يا كريم أهلا بيك كل اتحاق لك زميلي أمير الشام برحب بيك طبعا برحب بكل مشاهدة ومتابعة قناة الألي في كل مكان أهلا بيك يا كريم طبعا زي ما حالكم شايفين معنا كريم من أستاذ مختار التتش واستعدادة النادي الأهلي الأخيرة لمواجهة الغد أمام أسوان طبعا مننا يا كريم إيه الجديد عندك كالعادة طبعا يعني زميلي أمير طبعا بنقول ما فيش راحة وضغط مباراة كبير جدا تحديدا كمان مباراة أسوان اللي بيستعدلها النادي الأهلي بكل جدية وبكل قوة غدا على استاذ القرارة في تمام الساعة التسعة مساء جولة عشرين إن شاء الله كالعادة في البداية بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة تأكيدات أكيد من الجهاز الفني مستر ريني فيلار كابتن سايد عبد الحفيز غلق الصفحة تماما للمباراة الأخيرة بالنسبة طبعا للتعادل الأخير هدفنا طبعا هو الثلاث نقاط لكن كل مباراة تعرف زميلي أمير بيكون لها ظروفها وليه أمور عديدة جدا فإن شاء الله بإذن الله تكون انطلاقة جديدة وهي إن شاء الله بإذن الله يكون مباراة أسوان ثلاث نقاط يكونوا مهمين كالعادة لفريق النادي الأهلي للاستمرار في سلسلة الانتصارات والحصول أيضا إن شاء الله بإذن الله على بطول اطلاقة بالدور العام تدريجيا كده بناخدها خطوة خطوة مباريات عديدة ومباراة قوية وكمان تحديدا مباراة أسوان القادمة ويكون مباراة مهمة جدا لفريق النادي الأهلي اللي عنده مباراة الزمالك المباراة اللي هكون يوم 22 إن شاء الله لكن كالعادة كل مباراة بيكون لها تركيزها الكامل لفريق النادي الأهلي للجهاز الفني وده اللي أكد عليه مستر ريني فيلر كان فيه محاضرة فنية قبل انطلاق المران المراني يمكن نقدر نقول له خمسة ونص تماما يكون التدريب بالفعل الرئيسي لفريق النادي الأهلي محاضرة فنية يتكلم فيها بشكل كبير جدا الجهاز الفني على غلق الصفحة تركيز الفترة القادمة والتأكيد كمان يا أمير على الدخول في المباراة يكون بشكل قوي وبشكل جيد جدا شفنا المباراة الأخيرة دخول فريق النادي الأهلي مكانش بالشكل المطلوب لكن ده اللي بيأكد عليه كل الجهاز الفني لابد يكون الدخول بشكل قوي استغلال أفصاف الفرص وزي ما طبعا ما احنا شايفين تدريب فريق النادي الأهلي بدأ بالفعل الجهاز الفني الكل بأهل اللعيبة لهذه المباراة وزي ما أنت ذكرت طبعا أنا عايز أتكلم على أكثر من النوطة بنسبة لرامي ربيعة تحديدا يعني في ناس كتير ذكرت أن رامي ربيعة خارج الحسابات الفنية لكن زي ما أنت أكدت زميل عمير رامي ربيعة حصوله على انذارين في برات سموحة ثم الطرد وأكيد في المباراة الأخيرة انذار كمان فتلات انذارات بيعود كمان بقى خلاص بعد رامي ربيعة وإقافه بيعود أيمن أشرف عندنا بدلك شوية بالنسبة لخط الظهر يعني ياسر براهيم إصابة أيمن أشرف بيغيب بيعود رامي ربيعة بيغيب وبيعود تاني لكن إن شاء الله بإذن الله لابد يكون لعبة النادي الأهلي عندها حرص كبير جدا في التدخلات في الحصول على الانذارات لأن عندنا عدد كبير من لعبة سواء عندهم انذار واحد أو انذارين يعني اللي عندهم انذارين طبعا محمد هاني وعلي معلول واحمد فتحي أكيد من التأكيد إن الجهاز الفاني حزرهم بشكل كبير جدا لابد يكون التدخلات يعني ما بقاش فيها عمف شوية الالتزام ضبط النفس بشكل كبير جدا في المباريات لأن محتاجين كل اللعيب إن شاء الله خلال المرحلة القادمة كمان ياسر براهيم إنتأكدت عليه بيعود من جديد درب بشكل كبير جدا وخاجر على تدريبية كاملة أمس فيه تدريب الأمس ونهاردة كمان هيكون متواجد بشكل قوي جدا أيضا محمود متولي ومروام محسن يعني الاتنين طبعا كان عندهم بعض الإجهاد العضلي اشتكوا منهم في تدريب الأمس لكن مع مطمئننا طبعا من خلد محمود طبيب النادي الآلي أكد أنه يكونوا متواجدين نتعملهم ريكافري كويس جدا أمس إن شاء الله يكونوا متواجدين في مباراة الغد المباراة أكيدا هكون قوية الفريق النادي الآلي احترام المنافس ده اللي أكد عليه الكابتن سيد عبد الحفيز لكل اللعيبة لابد يكون فيه احترام جايد جدا نستغلال الفرص الدخول في المباراة الاتكتك كمان كل مباراة لها متطلبات لها ظروف لها لعيبة وممكن نشوف بشكل كبير جدا تغييرات في فريق النادي الآلي وفي تشكيل فريق النادي الآلي غدر إن شاء الله في هذه المباراة طيب كريمة عايزة تطمن على الحالة المعنوية والزهنية عند لعاب النادي الآلي عقب تعادل الأخير أمام الانتاج وقبل فترة حاسمة ومهمة جدا في انشوار النادي الآلي سواء محليا وأفريقيا آه لسه شوية على الجانب الأفريقي لكن انت عندك مطشن وراء بعد بنركز في المطشط اللي بتواجهنا في الأول مباراة أسوان وبعاكية عندك مباراة الزمالك يوم السبت بإذن الله تعالى الحالة الزهنية والمعنوية عند لعاب النادي الآلي من خلال رؤيتك داخل الملع نقطة مهمة جدا طبعا زميل عمير وهي الحالة التركيز والرغبة والتجديد اللي دوافع بشكل كبير جدا وده اللي بيقوم بيه اللعيبة الكبار يعني أنا قدر أقولك أن اللعيبة الكبار سواء الشناء ووليد سلمان مش عايز أنسى حد من كل اللعيبة الكبار النهاردة جمعت اللعيبة قبل التدريب والحديث كله أكيد طبعا عن التركيز على المرحلة القادمة ولابد يكون فيه دوافع متجددة بشكل كبير جدا اللعيبة عندها رغبة بشكل كبير الهدف هو إسعاد كل جمهور النادي الآلي وانت عارف جمهور النادي الآلي ما بيقبلش غير بالتلات نقاط لكن بنأكد كل المباراة بيكون لها ظروب بكل استثناءات بيكون اللعيب سواء فيه بدلاك النهاردة متوجد أو الفريق بشكل عام بيكون فيه بدلاك فيه المباراة لكن بأكد لك أن فيه حالة جهازية بشكل كبير جدا خلاص الصفحة تقفلت بشكل كبير بالنسبة لعيبة النادي الآلي المعنويات مرتفعة الأمور كلها إن شاء الله بإذن الله تصب بمصلحة فريق النادي الآلي كل اللعيبة مركزة كل اللعيبة إن شاء الله عندها أمل كبير جدا بإذن الله أنها تستمر في سلسلة الانتصارات بيبان في الجدية يا أمير وبيبان في التدريبات وبيبان الحماس الكبير وده اللي بنأكد عليهم ما بنقول عندنا ثقة كبيرة في لعيبة النادي الآلي ما بنقول لاش من فارغ اللي بنشوف حماس وجدية كبيرة جدا التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى طبعا بالنسبة للفوز أو التعادل أو الخسارة لكن إن شاء الله بإذن الله لعبتنا جهزة إن شاء الله بإذن الله أنها تحصد إن شاء الله بإذن الله تلات نقاط هيكون مهمين جدا لفريق النادي الآلي بإذن الله تعالى كريم أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم أحمد مرئيس القناة الأهلي كان معانا على الهواء مباشرة مستاد مختار التتش وطمننا بشكل كبير جدا على الثريق النهاردة